ولمزيد من معلوماتي حول الكتاب الأبيض بشأن تطورات قطاع النقل في الصين ينضم إلينا الآن السيد شيرينغ المحلل الخاص بقناة السي سي تي في العربية أهلا بك من فضلك أن تقدم لنا محتويات هذا الكتاب الأبيض الذي أسترته الصين صباح اليوم حول تطورات قطاع النقل في البلاد نعم مرة أخرى كتاب الأبيض وهذه المرة كتاب الأبيض عن قطاع النقل والمواصلات في الصين وهذا الكتاب الأبيض يضم حوالي عشرة ألاف مقطع الصين ويضم خمسة فصول إلى جانب المقدمة وكلمة الختمية الفصل الأول يستعرض بالإيجاز تطورات تنمية قطاع النقل والمواصلات في الصين منذ تأسيس الصين الجديدة فمنذ أكثر من ستين عاما مرت قطاع النقل والمواصلات في الصين بمرحلة عنق زجاج إلى مرحلة تخفيف حدة الضغط مبدئيا حتى يتأقلم مبدئيا مع تنمية الاقتصادية واجتماعية في البلاد والآن في الوقت الحالي يتقلص الفجوة مع المستوى المتقدم لنقل والمواصلات العالمية بسرعة حتى تحقيق تجاوز في بعض المجالات فصل الثاني يتعلق ببناء نظام النقل والمواصلات الشامل فبعد سنوات كثيرة من الإصلاح والتنمية تم تشكيل مبدئيا شبكة النقل والمواصلات الشامل وتم إنجاز الممر نقل الكبير بخمسة خطوط أفقيا وخمسة خطوط رأسية وحتى نهاية عام 2015 وصل إجمال طول سكك الحديدية في السين 100 إلى 121 ألف كيلومتر لتحتل المركز الثاني في العالم بينما وصل طول سكك الحديدية فائقة السرعة إلى 19 ألف كيلومتر لتحتل المركز الأول في العالم وفي هذا الصدد أصبحت سكك الحديدية فائقة السرعة بطاقة إسم جديدة لإبتكار السيني وصناعة السينية وخروج إلى العالم وبينما وصل إجمال طول لطرق سريع في السين 124 ألف كيلومتر لتحتل المركز الأول في العالم أيضا خاصة يصل إجمال طول الطرق العامة في الرياف السينية إلى قرابة 4 ملايين كيلومتر لتربط أغلبية العزمة من البلديات وقرى السينية وأيضا تم تشكيل بناء النقل المائي مبدئيا والموانئ الساحلية تقع في مستوى المتقدم في العالم ككل ويسل مسافة الملاحة النهرية الداخلية إلى 127 ألف كيلومتر لتحتل المركز الأول في العالم أيضا وأيضا تم تشكيل مبدئيا نظام مطارات المدنية ووصل عدد مطارات المدنية في أنحاء السين إلى 210 مطارات ومستوى سلامة تشغيل المطارات المدنية مرتفع أيضا وأخيرا يغطي البريد كافة البلدات وقرى السينية وحجم أشغال الإرسال السريع تتصدر العالم أيضا وفي هذا السياق تم تحقيق اختراقات حيوية في ابتكار وتطبيق التكنولوجيا للمواصلات ووصل التكنولوجيا بناء بنية تحتية إلى المستوى المتقدم في العالم ككل وإن التكنولوجيا لسكك الحديدية فائقة سرعة وسكك الحديدية في حضاب المرتفع وبحمولة كبيرة تتقدم العالم أيضا وبينما تكنولوجيا بناء سكك الحديدية في جيولوجيا خاصة وبناء الطرق العامة تحل مشاكل عالمية فصل الثالث يتعلق بلعب قطاع نقل والمواصلات دور الأساسي والقياد والخدم حيث تلتزم حكومة الصينية بوضع قطاع نقل والمواصلات في المكان الأولوي ولعب هذا القطاع دور أساسي وخدمي وقيادي في دفع تنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمة وتحسين معيشة الشعب ودفع بناء حضارة الإيكلوجية خاصة يلعب دور بارز في دعم تنمية الاقتصادية ودفع تنمية المتناسقة بين مختلف المناطق وبين خضر والقرى ومسعدة على إزالة الفقر فصل الرابع يتطرق إلى انفتاح الخارجي وتعاون الدولي حيث بذلت حكومة الصينية جهود كبيرة في دفع تواصل وترابط دوليا وتطوير تنمية التجارة الخارجية بدعم قطاع النقل والمواصلات والمشاركة الناشطة في شؤون النقل والمواصلات الدولية وتوصية انفتاح الخارجي في هذا القطاع وتسريع خروج هذا القطاع إلى العالم والآن تعمل حكومة الصينية على تعزيز تعاون مع الدول على طول حزام والطريق لدفع تواصل وترابط لبنية التحتية للمواصلات وتسهيل النقل في تلك دول فصل خامس يتحدث عن الأهداف والمهمة الرئيسية لهذا القطاع في خمس سنوات المقبلة المهمات الرئيسية تتمثل في ستة جوانب أولا تعميق إصلاح النقل والمواصلات ثانيا تشكيل شبكة ممرات نقل المتكامل ثالثا بناء مواصلات الفعالة والحديث بين تربط المدن رابعا تشكيل أو بناء نقاط مواصلات شاملة داخل المدن خامسا دفع تنمية النقل الزكي والأخضر سادسا وأخيرا رفع مستوى إدارة السلامة لنقل والمواصلات في السين هذه هي محتويات رئيسية لكتاب الأبيض عن قطاع تنمية قطاع النقل والمواصلات في السين أسيد شلين المحل الخاص بقناة السي سي تي في العربية شكرا جزيلا أنك